صباح الخير على أحلى شباب في الدنيا صباح الخير ومشاهدين الكرام حلقة جديدة من برنامجكم طبور الصباح على شاشة مدرستنا ثلاثة نتمنى دايما نحن نقدم لكم ما ينال إعجابكم وخلوني أصبح على زملتي وصديقتي العزيزة مارينة اللي متعلمش من أخطائها وكمانش هتطلب مني ألم ومش هديها صباح الخير يا مارينة أفشتني يا عمر صباح الخير تلعا ده تعرف مركز معك قدقوني يا جماعة الموضوع الألم ده غصب عني أنا حاولت فيه من وانا صغيرة في المدرسة وانا حاولت معها كتير والله ومسنافع برضا حتى العقب بالشوكولاتة المسنافع بسهم بيجيب لي الألم بضيعه وبطلب منه تاييرا صباح الخير عليكم جميعا بنبدأ معاك ويوم جديد من طبور الصباح نتمنى أنه يكون يوم جميل عليكم النهارة عندنا أخبار مهمة جدا جدا هنبدأها مع عمر ده حقيقي وأول خبر معنا كان مبارح وهو أن أدى الدكتور ردح جازي اليمين الدستوري وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد اختياره ضمن التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي طبعا بنحب نبارك لدكتور ردح جازي ونتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة إن شاء الله يحقق إنجازات في مختلف قطعات التعليم ويكمل المسيرة اللي بدأتها الوزارة في التجديد حابين نفكركم إن مجلس النواب وافق خلال اجتماع في جلسة طارئة على إجراء تعديل وزاري ل13 حقيبة وزارية وتم اختيار الدكتور ردح جازي لمنصب وزير التربية والتعليم الدكتور ردح جازي طبعا ليه سي في كبير جدا هو كان نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين معرفوا قبل توليه منصب الوزير وابن محافظة الدأهلية شغل عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر ده كان عام 2017 أيضا رئيس عام امتحانات الثانوية العامة عامي 2017 و2018 ونائب رئيس عام الامتحانات من العام 2020 حتى 2022 وعلى كده أصبح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين خلفا للدكتور محمد عمر عام 2019 كمان شارك في إدارة ملف الامتحانات بالثانوية العامة وكان على رأس اللجنة اللي تولت وضع النظام البوكلت بعد إحداث تسريب الامتحانات في 2016 ده ساهم في مكافحة عمليات الغش ومنع التسريب الحقيقة السي في مليان إنجازات كتيرة جدا في مجال التعليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدرتها وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري والذي نعمل جميعا من أجله أتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة الجديدة بديلا عنهم